اغاني متنوعة بين الوطنية والرومانسية والدينية والاطفال غناها الفنان محمد سروات بسوت سحر به العقول وبالحان ممتزجة عشقتها القلوب وكلمات رغم ما مر عليها من سنوات إلى انها لا زالت تتردد على ألسنتنا حتى وقتنا هذا كان الفنان محمد سروة عاشق للغناء منذ صغره من المرحلة الابتدائية والاعدادية مرورا بالسانوية حتى التحق بكلية الهندسة وهو لا يزال يهوى الغناء وبعد تخرجه ظل يمارس مهنته ثم اتجه للغناء وتميز بعد سنوات من النجاح بتقديم الأغاني الوطنية والدينية والعاطفية لحل له كبار الموسيقيين وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب كما لحل له حلم بكر ومحمد الموجي وعمار الشريعي بجانب عمله الغنائي قدم محمد سروة أكثر من دور في التمثيل فقد شارك فيه مسلسلات مثل الطوس، أبواب الأمل، الكهف والوهم والحب وغيرها بجانب فيلمي ابن مين في المجتمع وللآباء فقط بعيداً عن حياته العملية، أسس الفنان محمد سروة مؤسسة سروة لكفالة الأيتام بهدف تقديم رعاية اجتماعية وثقافية وتعليمية للأطفال وأكدت إدارة المؤسسة برئاسة الفنان محمد سروة أن من خلال الإقامة الكاملة بالمؤسسة للأطفال الأيتام يتم توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والثقافية والتعليمية والدينية وتحفيز القرآن الكريم وتأدية الفرائد بالمسجد الملحق بالمؤسسة والعمل على استقرارهم من خلال فتح دفاتر توفير بأسماء الأطفال وقال أمين عامل مؤسسة أن أبناء الدار نالوا العديد من الجوائز المميزة حتى صارت وجهة للمسؤولين ونموذجاً خيرياً ناجحاً لجميع العاملين في مجال رعاية الأيتام وزرها الكثير من الشخصيات العامة الدينية والثقافية والعلمية والأعلامية كما نجحت في أن تكون ملتقى عامل للمحافظين والقيادات في أيام العيد والمناسبات الرسمية وأضاف الأمين العامل المؤسسة أن الدار نجحت في تخريج أجيال متفوقة علمياً وخلقياً وليس الأطفال في حزب بل جميع العاملين بالمؤسسة يتم اختيارهم بعناية حتى يكونوا قدوة لجميع أبناء الدار بدءاً من مديرة الدار والمقيمة معهم وأكدت مديرة المؤسسة أن الدار منذ إنشأها وضعت أسس لجميع الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والدينية ولم تقتصر على ذلك بل هناك تنوح حسب مواهب الأطفال وهوايتهم وأضافت مديرة الدار أن المؤسسة تقوم بتربية وتعليم الأطفال من سن سنتين إلى سن الجامعة وبالفعل حصل الأبناء على مؤهلات عليا وبعضهم في كليات القمة والذهاب إلى المدارس من خلال الباص الخاص بالمؤسسة ومتابعة الأولاد بالدروس الخصوصية ومجموعة التقوية كما تهتم الدار بالأنشطة الدينية من خلال المسجد الملحق بالدار ودار تحفيز الكرآن الكريم وهناك الندوات والمحاضرات داخل الدار بهدف التوعية الثقافية من خلال قاية المحاضرات والمكتبة ومركز تكنولوجيا التعليم وتهتم المؤسسة بالمواهب الرياضية وهناك أنشطة يومية بالملاعب الخاصة مركز الجام لتقوية وبناء أجسمهم بالإضافة إلى النشاط الطرفيه بمصيف المؤسسة برأس البر حيث يقضل أجازات الصيفية والرحلات النيلية وقال أحد القائمين على الدار أن دورها لم يقتصر على التعليم بل توفير مشاغل خاصة لتوفير فرص عمل للحاصلين على مؤهلات متوسطة من خلال تعليمهم بعض الحرف وتوفير فرصة عمل لهم ومتابعتهم في حياتهم الخاصة بالإضافة إلى مشاركة الدار في زواج أبنها ممن بلغوا سن الزواج وتنظيم حفلات زفاف جماعي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ورواد العمل الاجتماعي وأبناء الدار وهذه الدار أسسها الفنان محمد سروت في بلد وطنطا اسمها دار سروت لكفالة الطفل اليتيم ومتكفل بها بالكامل ولا يقبل تبرعات ترجمة نانسي قنقر